الفيديو ده فيه مفاجأتين واحدة للعالم كله واحدة للمغربة بس فيه أغنيتين فيه أغنية مغربية سورتها في الهند لوحدي وفيه أغنية ديو اللي يكلمنا علىها دلوقتي والمفاجأة اللي للعالم كله هي أغنية هندية هيقدمها النجم سعد المجرد واللي انتهى من تصورها بالفعل في الهند وهيبقى اسم الأغنية الهندية اللي هيغنيها الفنان سعد المجرد جلي متى وهتكون بطلة كليب جلي متى للفنان سعد المجرد هي الممثلة الهندية الشهيرة جينيفر وينجد والمفاجأة اللي عاملها سعد المجرد للمغربة هقول لكم عليها بس في اخر الحلقة تابعوا معي عشان التفاصيل دي مهمة جدا وهتفرح كل محبين سعد المجرد في العالم كله وفي المغرب بالتحديد اللايك الجميل والاشتراك الأجمل لو لسه ما اشتركتش ويلا نخش في التفاصيل في لقاء سعد المجرد مع قناة اليوم السابع لما كان موجود في شرم الشيخ طبعا انتوا عارفين مزعين مصر ومزعين قناة اليوم السابع بالتحديد شطرين وبيعرفوا يسرسبوا كده معلومات من النجم اللي هم بيعملوا مع لقاء والمعلم كان عايز يقدم تصريحات جديدة لقناة اليوم السابع او تصريحات جديدة للمصريين عموما وده اللي قاله بالتحديد الفنان سعد المجرد في لقاءه مع قناة اليوم السابع في دويتو جديد بتعمله مع مطربة عالمية في دويتو بعمله مع مغنية هندية والكليب بتعمل مع ممثلة هندية مشهورة في الهند ويعني زي ما قلت قبل يعني بغيت نغني بلهجات مختلفة ونغني مع جنسيات ناس من جنسيات مختلفة ليش لا؟ وعشان الانتشار يدوم ونعمله حاجة جديدة عن الناس دائما وهنا طبعا المعلم سعد المجرد وضح نقطة مهمة ان هو بيغني بلهجات مختلفة عشان خاطر الانتشار يكون اسرع وده زكاء منه في ناس معترضة شوية عن ان هو ما بيغنيش بالدرجة المغربية على طول بس انا عايز اقول لحضراتكم حاجة لازم الفنان عشان يبقى عالمي يغني بكل اللهجات مش فقط لغته والام لا لازم يغني بالمغربي وبالمصري وبالهندي وبالامريكي وبالفرنسي كل اللهجات دي بتفرق جدا مع الناس اللي هو بيغني لها يعني لما يغني مصري هيتشار كتير في مصر هنا ويعرفوه بالرغم من ان هو مشهور في مصر من قبل ما يعمل اغنية مصرية ولكن برضو حتة اللهجة المصرية بتفرق مع المصريين ولما يغني فرنسي بتفرق برضو والناس بتفهم اكتر لما يغني امريكي او لما يغني هندي كل الحاجات دي بتفرق مع الناس وبتسهل لهم فهم الاغنية اكتر وبيزيد عدد محبين ومتابعين سعد المجرد في كل مكان في العالم وده سر نجاح سعد المجرد هو مش ده السر الوحيد بس هو سر من اسرار نجاح المعلم طبعا احنا عارفين نجاح هو ايه سبب في نجاح كل اغاني سعد المجرد الاغنة ديجيتال ودخولك لقائمة المليار دي ما بتدخلهاش غير مطربين كبار مطربين عالميين يعني ان دخولك لهذه القائمة جيز زي وهل انت فعلا بتركز اكتر على الاغنة ديجيتال لانك تحق بيها المشاهدات العالية ولا انت شعر تركيز لا ما بركز في المشاهدات يعني بركز في شغلي بركز في فني والباقي بيجي لوحده يعني كل ما هو يعني كرييشن وكذا بحب بدي للناس حاجة حلوة والحمد لله ربي بيجازيني انه بتيجي المشاهدات عالية والناس بتحب المشاهدات دي والارقام دي ما ما جاتش لوحدها جات بمجهود الجبار تبع الفانز الفانز اللي سهروا ليالي وليالي عشان يوصلوا الفنان اللي بيحبوه للمراتب دي يعني من هنا بشكرهم جدا بقول تانكيو سو موش لجميع الفانز من كل العالم العربي ومن كل العالم لانه كمان في فانز من الهند وفي فانز من تركيا ومن باكستان ومن فتانكيو تانكيو ريلي يعني شكرا بس ده سبب رئيسي في ان الفنان سعدة المجرد ينتشر في العالم كله ويوصل لقلوب الناس اسرع ودي بقى هي حلاوة زكاء المعلم في الانتشار السريع انه هو بيلبي طلبات الناس وبيوصل باغنيته في كل مكان في العالم فاحيي تحية كبيرة على فتنة وزكاء المعلم في انه هو بيوصل الاغنية المغربية لكل انحاء دول العالم اغنية مغربية صورتها في الهند لوحدي الاغنية السينجل لوحدي اسمها يلالة مغربية محبة لا يلالة مش يلالة ودي المفاجأة بقى اللي قلتلكوا عليها يا مغربة يا غليين ان المعلم سعد المجرد كان في الهند من حوالي اسبوعين تقريبا عشان كان بيصور اغنيتين اول اغنية هي مغربية خالصة يعني بالدرجة المغربية مغنيها مخصوص عشان اهل المغرب الغليين على سعد المجرد وعليا شخصيا اخواتنا وحبيبنا ربنا يديم المحبة بنا ويديم المواد ده امين يا رب فعمل مفاجأة للمغربة عموما وغنى لهم اغنية مغربية عشان برضو الناس بدأت تزع لو سعد المجرد ما بيغنلناش ليه بالمغربي فهو حس بالنقطة دي وقال انا معاكم وموجود وسافر الهند مخصوص عشان يصور اغنية هندية هيغنيها لوحده فقط بس لسه هو ما اعلنش عن تفاصيلها ولا حتى نزل لها سور او نزل لها برومو لسه تقريبا الموضوع فيه سيناريو بيتعامل عشان الاغنية تطلع بافضل شكل ممكن بس دي التفاصيل اللي كشفها سعد المجرد عن الاغنية المغربية الاغنية السنجل اللي وحدي اسمها يلالة مغربية محبة وزي ما قال الفنان المعلم سعد المجرد ان الاغنية المغربية اللي هيغنيها لوحده هيكون اسمها يلالة طبعا الاسم بيفرق ولكن احنا هنسمع بقى ايه موضوع يا لالة اللي هينزله الفنان سعد المجرد خلال الايام المقبلة تعالوا نرجع بقى الموضوع الحلقة وهي الاغنية الهندية اللي هيغنيها الفنان سعد المجرد مع الممثلة الهندية الشهيرة جينيفر وينجت واللي هتكون هي بطلة الكليب بس طبعا هي مش هتغني معاها بس هي هتكون بطلة الكليب فطبعا زي ما قال سعد المجرد هيكون فيها استعراضات هندية والمغنية اللي هتغني معاها الهندية هتقول مقطع بالعربي وسعد المجرد هيقول مقطع بالهندي وهيتبادله الكبلهات مرة بالعربي او مرة بالمغربي مش عارف اللغة هتكون ايه بالزبط ومرة هتكون بالهندي يعني هيبدله الادوار وهيبدله ايه اللغات اغنية الهندية اللي ديو مع المطربة الهندية اسمها جلي متع فنصها بالهندي ونصها بالعربي وفي في مكان معين هتغني انا بالهندي وهي هتغني بالعربي واكيد هنسمع حاجة نضيفة وحاجة حلوة كالعادة وبس كده ده كان جديد سعد المجرد اللي صرح به في لقاءه في قناة اليوم السابع لما كان في مصر عندنا هنا اولا شرفنا ونورنا وكانت حفلة سعد المجرد في شرم الشيخ في مصر حاجة عظمة جدا عجبت كل المصريين مش بس فنز سعد المجرد في مصر لا عجبت جميع الفنانين الكبار اللي حضروا حفلة سعد المجرد في شرم الشيخ وعجبت الناس كلها وعمل حالة من الجنون في شرم الشيخ الناس تفاعلت معاه والجمهور تفاعل معاه وكانت صهرة جميلة جدا في حفلة سعد المجرد في شرم الشيخ نتمنى للمعلم التوفيق ومزيد من العطاء ومزيد من النجاحات وربنا يحميه ويزيد محبيه أشوفكم على خير في حلقات تانية كتير ما تنسوش اللايك والشير ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد تحياتي لكم من قناة نجم العاصمة استنوني في حلقات تانية كتير وكل جديد هقدمه معكم ودايما نستمر بيكم إن شاء الله أكون أفضل كان معاكم مصطفى شريف من قناة نجم العاصمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته